سوارة هواوي الرياضية هي فعلياً 2 في 1 فيها كثير من الخصائص ولوش قاعدة أقول 2 في 1 خلوني يعلمكم في هذا الفيديو مرحباً دائماً حياكم الله في فيديو جديد بهذا الفيديو أبعطيك أولاً أهم مميزات سوارة هواوي الجديدة اللي هي توك باند بي 5 لكن قبل أن أتكلم عنها بشكل سريع جداً هذه السوارة شريتها لغرض أن يعمل هذا الفيديو بعدها بكل بساطة أحب أنه أحد منكم يستفيد منها فرح أسوي سحب أحد منكم رح يحصل عليها تبقى طريقة السحب وتشترك فيه بالأسفل رح تلقى بالدسكريبشن أو بالوصف الرابط عشان تعرف كل التفاصيل خليني أبدأ أتكلم عن توك باند سلسلة توك باند ما هي جديدة فعلياً رجعت أول جيل منها بي 1 وكذلك بي 2 وإذا شفت الفيديوهات السابقة وبعدين شفت الجديدة رح تشوف كيف تطورت هواوي كثير من ناحية الأسلوب والديزاين والتصميم بمعنى يعني هواوي خلال السنتين الأخيرة أو خلال سنة الأخيرة تغير أسلوبها في التصميم بشكل كبير جداً وتطور وهذا شيء كويس الآن في نسختين من هذه السوارة نسخة رياضية نفس اللي معاي وهذه النايلون ورح تلقاها في عينية متوفرة بعدة ألوان ولما نشوف أيش يجي معها في الصندوق أكيد أنها رح يكون في السوارة نفسها رح تلقى شحن أو سلك شاحن اللي هو المايكرو يوس بي بالإضافة إلى ذلك رح تلقى غيارات للأذن وممكن تقول له هذه شيء دخالها في سوارة رياضية بكل بساطة لأنه هذه نفس الأجياء الأولى هذه سعتبر اثنين في واحد هاي تقدر تستخدمها كسوارة في يدك كساعة وكذلك تتابع نشاطك رياضي واشياء أخرى وميزات رح تتكلم عنها بعد شوي لكن في ميزة واحدة مهمة جداً أنك تقدر تستخدمها كسماعة في عندك هنا زرين تضغطهم راح تطلع السماعة وبالتالي تقدر تستخدمها في المكالمات إذا كنت بغير تسمع أي شيء بشكل سريعي جداً دائماً سمعتك معك والشيء الحلو أنهم أضافة مغناطيس فبالتالي تقدر أنك تدخلها بشكل سريعي جداً ما تعاني شوي زي الأجياء الأولى وهذه التفاصيل حياناً تكون مهمة جداً طبعاً بما أنها سماعة وبتستخدمها في المكالمات منضوع الصوت جداً مهم الصوت كويس وهو يتقول بأنها حطت شريحة داخلها أو تقدر تقول معالج يعالج الصوت ويخليه أفضل بكثير وهنا ما أتكلم بس عن الصوت اللي أنت تسمع حتى الصوت اللي رايح كذلك فيها مايكين تعزل الضجيج اللي حولك عشان يكون فيه صوت أوضح رايح للطرف الآخر ونعم إذا كنت تسأل فتقية تربطها بمو بس أجوالات هواوي أجهزة هواوي وحتى كذلك آيفون أنظمة أخرى مو بس أندرويد وأنا أدري أنه كثير دائماً لو ما استعرض أحياناً تفاصيل وكالسورة زي هذه يسألون طيب يركب مع الجهاز فلان نعم تشتغل مع كل الأجهزة بكل اختصار هي وظيفتها الأساسية برأيي أنها هي ساعة وتتابع نشاطك الرياضي طيب ممكن تقول لي ليش أنا أساساً أخذ سوارة ذكية زي هذه وما أخذ ساعة ذكية أعتقد أنه في سببين مهمة جداً بالنسبة لهذه السوارة أولاً وزي ما قلت لكم هذه الثنين في واحد يستخدمها كسماعة فهذا سبب مهم جداً ممكن يخليك تأخذ السوارة السبب الثاني أنه هذه السوارة شاشتها صغيرة وهي من نوع OLED وهذا كله يخلي استهلاكها البطارية أقل من الساعات الذكية لأن الساعة الذكية تخلص بطاريتها بشكل سريع جداً ولما نتكلم عن البطارية في البطارية في هذه السوارة فعلياً هي تختلف تقعد ما بين يوم إلى ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام ونص بعد هذا يعتمد عليك أنت وإيش المميزات اللي راح تشغلها لأنه فيها مميزات كثيرة جداً طيب وش المميزات اللي موجودة فيها؟ أولاً توكباند بي فايف فيها خاصية تتابع نشاط نومك الآن أي شخص ينام هو ما هو بيحط راسه ينام على طول لا أنت تمر فعلياً بمراحل كثيرة بالنوم هي تعلمك هذه المراحل كلها هل أنت وصلت للنوم العميق أو النوم الخفيف وكذلك كم من رصحيت في اليوم كذلك توكباند بي فايف تتابع نشاطك الرياضي سواء كان مشي أو ركض سيكل أشياء مختلفة لكن في نشاطات رياضية دقيقة جداً زي حمل الأثقال ومدريش هذي ما تجد تختارها هذي في خيار راح تلقاه رياضات أخرى ممكن أنك تختارها وأكيد أن خلال الرياضة راح تعلمك السعرات الحرارية وغيرها وخلال اليوم كله إذا ما كنت أسلسل شغل الوضع الرياضي خلال اليوم كله يتعلمك كم خطوة مشيت وتعلمك بعض الإحصائيات مثل سعرات حرارية وما شابه طبعاً بالإضافة لهذا كله فأنه فيها ميزة التنبيهات اللي لو أحد أرسلك أي شيء في أحد تطبيقات تيلينجرام وغيرها راح يجيك التنبيه على هذه السوارة وتقدر تشوفه وأيضاً تدعم اللغة العربية وتقدر تقرأ منها وهذا شيء لطيف وإضافي كويس لكن أعتقد بأنه سوار مثل هذه المفروض بما يكون هدفك الأساسي هو التنبيهات لأنه شاشة صغيرة فموضوع أنك تقرأ عليها التنبيهات ما هو أفضل تجربة صراحة هذه أبرز المميزات الموجودة في هذه السوارة لكن ما زال فيها شوية مميزات إضافية مثلاً تقدر تستخدمها كريموت بحيث أنك لما تصور سيلفي بالجوال تقدر تصور من خلال السوارة نفسها بالتالي تقدر تثبت الجوال وتصور لكن هذه لأسف ما راح تشتغل مع جوالة هواوي نفسها بإضافة إلى ذلك في عندك خيار إذا ضيع جوالك يخلي جوالك تطلع صوت فبتالي راح تلاقيه لاحظ بني قلت لك في البداية بأنه هذه السوارة في منها نسختين نسخة رياضية اللي هي معاي ونسخة الأخرى اللي هي الجلد وي أفخم شوي وهذه الجلد في منها لونين اللي هي البني وكذلك الكحلي وهذه مرة رهيبة إذا لقيتها إذا لقيتها اشترها وليش قاعد أقول لك إذا لقيتها لأنه فعلياً لما راح تشتر هذه السوارة لقيتها مخلصة يبدو لي بأنه الطلب عليها عالي شوي لكن في خبر شوي جيد للناس اللي راح تشترون ميت 20 برو لأنه النسخة الأفخم منها هي اللي راح تتوفر مع ميت 20 برو والمعلومية في فرق بينهم بالسعر وهذه الساعة اللي طال على قدامكم هي خاصة بالسوق السعودي لا تنسى تشترك بالساحب عشان تحصل على سوارة إذا كانت تهمك كذلك لا تنسى تشترك بالقناة أنا أدام شوفكم في فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة